تحب كمان ولقيني بقرب لي ابن بلدي بحب عمي واسنين وانا مش عارفة نساب ومعان حسر بي امان وحشان الدنيا ببلدي عايز اروح اروح بلدي وافتكر لي كان وحشان اللامة الحلوة وليل لامة بيعزت غنوة وليل تحب كمان ولقيني بقرب لي ابن بلدي بحب عمي واسنين وانا مش عارفة نساب ومعان حسر بي امان وحشان الدنيا ببلدي عايز اروح اروح بلدي وافتكر لي كان وحشان اللامة الحلوة وليل لامة بيعزت غنوة وليل تحب كمان ولقيني بقرب لي ابني بلدي بحب عمي واسنين وانا مش عارفة نساب ومعان حسيت بي امان اوه والله يا بلادي اوه واحساني يا بلادي ذكريات وحكايات مهما اعيش والله مليش غيرها وديما فكرها اوه والله يا بلادي اوه واحساني يا بلادي ذكريات وحكايات مهما اعيش والله مليش غيرها وديما فكرها مهما اعيش ولا لقى بي دا وليها غير لحظة حب الأحباب وأنا لو أبي دا ولي غاب غير لحظة حب الأحباب اوه والله يا بلادي اوه وحساني يا بلادي ذكريات وحكايات مهما اعيش والله مليش غيرها وديما فكرها مهما عيش والله مليش غيرها وديما فكرها بكرة حنرجا وجمعنا تاني مكان بكرة حنرجا وجمعنا تاني مكان برحبا حالكم مرة تانية على الهواء مباشرة الحياة بعد الاغنية اللي احنا اسمناها الاغنية الجميلة دي صباحا معنا خبر سمعنا امبارح او يمكن في ناس كتير قردته في الصحف وتبعته في الاعلام في جريدة الاخبار القومية بتقول او المنشط الرئيس بيقول عصيان سائق القطارات اليوم والهيئة تستعين بسائقي الجيش وبرضو في جريد الوطن في نفس السياق قطارات مصر تطلق سفارة الثورة في منتصف الليل السائقون يهددون بوقف حركة القطارات والهيئة تستعين بقوات المسلحة والدخلية في تفاصيل الخبر سريعا انه فشلت هيئة سكة الحديد ووزارة النقل في احتواء غضب سائقي ومحاصل القطارات الذين اعلنوا عزمهم الدخول في اضراب عام عن العمل بدءا من الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة امس الاحد ومنع خروج القطارات من الورش احتجاجا على تجاهل الهيئة مطالبهم المتمثلة في صرف الحافظة الاضافي ده بالنسبة لمطالبهم هنستكمل الخبر ولكن مع دلوقتي تليفون هواضح لنا عن الموضوع ده او يعني عن اللي حصل في الموضوع ده ايه مع الاساسة نجوة البيل رئيس الادارة المركزية للشؤون رئاسة السكك الحديدية في مصر استاذ نجوة اهلا بحيك وصبع الخير استاذ نجوة انا مش سمع الصوت استاذ نجوة البيل معي على التليفون الو طيب لحد ما التليفون يجهز استاذ نجوة البيل بننتظر تليفون حضرتك عشان توضح لنا اكتر عن الموضوع ده بس تفاصيل الخبر سريعا انه الاستاذ ابراهيم محمد عضو رابطة قائد القطارات قال ان الاضراب يأتي بعد رفض المهندس حسين فضالي رئيس الهيئة التفاوض معهم وتكليفه المهندس جمال دويدار بعقد جلسة ضمت السائقين والكمسرية ومن جهته قال المهندس حسين فضالي رئيس الهيئة ان الهيئة اعدت خطة بديلة لتشغيل القطارات حال اضرابة السائقين اليوم بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارات الداخلية من ناحية اخرى بدأ عمال شركة الغاز النسيج ده موضوع تاني عن القطارات في التصعيد ضد الحكومة بسبب تجاهل المطالبهم وعدم دخل الحكومة مبلغ 230 مليون جنيه مصري مخصص لتطوير شركات الغازل وكمان نقابة العاملين بالغازل هددت بعصيان مدني وشارك فيه 70 الف عامل فيه كل شركات الغازل والنسيج في مصر وارسل عبدالفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغازل والنسيج مذكرة للدكتور هشام اندين رئيس الوزراء طلب فيها بضرورة عقد لقاء سريع لاستعراض الازمات التي تعانيها شركات الغازل ونسيج من نقص الخامات ومستلزمات الامتاج يبقى في شركات الغازل والنسيج والقطارات فيه مشاكل جامدة جدا وزي ما احنا شفنا في المنشط الرئيسي لجريدة الاخبار القومية على السيان سائقي القطارات اليوم والهيئة تستعين بسائقي الجيش او القوات المسلحة طيب احنا هننتقل لموضوع تاني خالص او موضوع اخر هنتكلم فيه وهو موضوع الطاقة الشمسية موضوع الطاقة الشمسية هنعرف فوائده اكتر وهل ده لي علاقة مثلا بانه يكون طاقة بديلة عن يعني حاجات كتير احنا بنستخدمها مثلا زي البترول السولر الجاس الحاجات دي كلها في مصر هل ده مفيد هنشوفه ازاي في المستقبل بوجود دي في النهاردة وبيشرفني في الستوديو الاستاذ الدكتور سامح نعمان استاذ الطاقة الشمسية بكلية الهندسة جامعة MSA هكلمنا اكتر عن موضوع ده اهلا دكتور يمكن كنا بنكلم نهاردة عن اخبار قطع الطيار الكهربائي في مصر او قطع الكهرباء في محافظات كتير وسبب الحقيقة مشاكل كتيرة من ضمنها انقطاع مياه الشرب في بعض المحافظات وخسارة بعض التجار المحلات لفساد اطعماتهم بسبب انقطاع الطيار الكهربائي يعني التلجات وهكذا موضوع الكهرباء ده هل بتدخل فيه الطاقة الشمسية يعني نعرف اكتر للسادة المشاهدين هل ممكن يكون فيه حل في المستقبل بالنسبة للطاقة الشمسية وتدخلها في الكهرباء شوفي انا هقول له حضيرك انا هبدأ بس اخد ديئتين كده مدخل للطاقة الشمسية وبعد كده هتكلم حضيرك انها بتدخل في كل حاجة خلقها ربنا موجود عندنا او الطاقة الشمسي دي او الشمس ما هتش يقدر منها عندنا ولو حضيرك عند جبير بترول مين اللي بيجي تطلعه دلوقتي الاجانب مش مصر مش العرب او مش احنا يعني حضيرك دلوقتي الغرب بالكامل بيسعى ان هو ييجي يحتل علميا المنطقة الغربية او الصحراء بتاعتنا بالكامل عشان يحط فيها المعدات بتاعته اللي بتنتج الكهرباء ويستغل الطاقة الشمسية فانه يبع لنا جزء من ارضنا من الشمس بتاعتنا وياخذوا الباقي ليه لما هو دا المستقبل بتاعنا يعني دا البترول اللي جاي يعني هم ييجوا هنا في بلدنا وياخذوا على عربنا بيجولك للبترول وياخذوا منك البترول وبيطلعوا هم الكنترول عليك فهم يبقوا الكنترول على الشمس بتاعتنا هم بيفكروا في كده فعشان كده هم عاملين علينا حاجة لو بصيتي في الدول الأوروبية كل الدول الأوروبية بتشغل على الطاقة الشمسية على الرغم أنهم ما عندهمش شمس إسرائيل من يوم ما بدأت شغالة بالطاقة الشمسية وبتستغل هذا الكلام فتبصي للدول الأفريقية ومصر والدول دي كلها بالنسبة لفهمها للطاقة الشمسية قلت واعي الشمس إمتى استغلت؟ من أيام أرشوميدس يعني قبل الفرع والكلام ده كله بمئتين وثلاثين سنة أو بكذا سنة قديمة استغلها أرشوميدس في أنه يهدم جيش العدو يحرقه أنه يمسك عمل مرايا وركز على أول الشط بشرط أول ما المراكب تيجي رحت المراكب مولع فغلب بها لإيه؟ نيجي بقى نبص المصر ربنا عطينا صروة إحنا مش مقدرينها والصروة لا تنفذ يعني لو بصنا على مساحة مصر إحنا نقول إيه؟ مساحة مصر واحد وقدامنا 12 سفر متر مربع أنا أتكلم كده بالأصفر المتر مربع بيدينا في مصر واحد كيلوات في الساعة يعني يبقى عندنا واحد واثناشر سفر قدامه في الساعة كيلوات سعر كيلوات إحنا في التجاء في المنزلي بناخده باثناشر إيش؟ يقولي عشر ساعة يبقى لو ضربنا في عشر يبقى قدامنا واحد وقدامه تلاتة واشر سفر هنحوله لجنيه شي لسفرين يبقى قدامه واحد وكام وتسع أصفر ده في الساعة جنيه مليار لا كتير يعني آه قولي إحنا الشمس بتاعتنا متوسطة من ثمانية إلى اتناشر ساعة قولي عشر ساعات يبقى كمان نضربه في عشر يبقى وصلنا الكام بعد ما كان حزو شهر بقى إنا اتناشر سفر نعم ده في اليوم دي جنيهات بتضيع مننا في اليوم قولي إحنا مش هنستغل التاقة دي كلها لو استغلنا واحد على ألف منها يبقى قدامك شيلوه تلات أصفار يبقى قدامك ألف مليون نقول كفاءة الشمس والمعدات بتاعتنا كمان عشرة في المية منها هيطلع خسارة يومياً مئة مليون جنيه كل يوم ربنا بتدمرك أنت بتضيعه لو إحنا استغلنا واحد على ألف منين من الطاقة الشمسية اللي هي جاءنا دي هتقل لي بقى مشاكل اللي حضرت كنت بتقول عليها بتاعت البترول وبتاعت الاترات وكلام ده وكلام ده خطر معلش بس بتليفون مع أستاذة نجوة وصل أستاذة نجوة ألبير رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة السكك الحديدية يمكن معانا في جريدة الأخبار القومية المنشط الرئيسي بيقول عسيان سائقي القطارات اليوم والهيئة تستعين بسائقي الجيش مدى صحة هذا الخبر بصي حدثك هو يعني الموضوع مش لمواصلش للترجاع دي ده هي كلها مطالب مالية وهو جاري منقشة الموضوع لكن لسه يعني ما فيش الدنيا منتظمة والحمد اللي هي كله كويس يعني طبع بس أنا حيك قلتيني الدنيا منتظمة يعني هل سائقي الجيش أو القوات المسلحة مش موجودين دلاتي بديل لا 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 سواءين الأطراض بتاعتنا هم اللي ساجين الأطراض بتاعتنا يعني ما حصلش عسيان أو اعتصامات أو مظاهرات لا 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 ما فيش الحمد لله ما فيش عسيان هو مجرد بس مطالب مالية للسوائين وجاري منقشتها مع الرئيس الهيئة والوزارة الرئيس الهيئة اللي هو المهندس حسين فضول المهندس حسين زكريا بالضبط تمام طيب يعني احنا برضو فيه جريدة الوطن بيقول المهندس حسين فضالي هو رافض التفاوض مع سائقي القطارات والكم سري لا لا ازاي بقى لا طبعا فيه مفاوضات وفيه منقشات وفيه ان شاء الله وصول للحلول اللي حضرت جميع الاطراف لكن ايه اتفضل يعني الخبر في جريدة الاخبار القومية خطأ ليس خطأ يا فنم هو يعني يمكن بس وصل ان فيه تهديدات لكن هو يعني دول ابناء الهيئة وكلمة تهديدات جبيرة قوي يعني اي مشكلة هتقع على كل فيه منقشات وفيه مفاوضات بين غيث الهيئة والكمسرية والسوائين حينصاروا ان شاء الله لحلول تردي جميع الاطراف يعني لحد الوقتي بس يعني اتأكد من حضرتك انه الهيئة لم تستعين بالقوات المسلحة والدخلية لا 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 سواءين الاطراف هم اللي تعملين على اطرافهم وما فيش اي توقف من اي اي حاجة اي بلد من او اي عطر من الاطراف طيب شكرا استاذا نجوة البير باشتوحيك على التليفون يعني هو أستاذة نجوة نفت الأخبار يعني هي بتقول الخبر يعني أنا بقولها الخبر خطأ قلت لأ أنا مش عارفة طب هو الخبر مش خطأ المكتوب في الخبر في جريد الأخبار القومية برضو عشان محدش يقول للأخبار في صحف أخرى في جريد الوطن وجريد الأخبار نفس الخبر متكرر أنه عسيان سائقي القطارات اليوم ولا يقاتي استعين بسائقي الجيش والقوات المسلحة والدخلية طيب أستاذة نجوة حالك ما زلت معنا أيوة أنا معي طيب المطالب يعني وصلت لإيه؟ آخر آخر خطوة في المطالب مطالب مالية حضرتك قلت هم طالبين مطالب مالية ولسه جاري المناقشات معهم يعني لسه دراسة الموقف جاري يعني ما هواش يعني مش موضوع مثلا خطة أنه هيكون فيه وقت محدد تنتهي هذه المطالب أو يعني التلبية هذه المطالب طبعا أكيد طبعا فيه خطة فيه دراسة طيب في حالة التصعيد من سائقي القطارات والكمسرية يعني على حد وجودها في الأخبار يعني الهيئة السكة الحديدية يعني هيكون تصرفها إزاي؟ بصي أنا استبعي تماما موضوع التصعيد لأن لنا متأكدة منه إن كمسرية والسوائين دول أبناء الهيئة فمعضوع التصعيد دا أكيد حيوصلوا لحلول على الأقل ترضي جميع الأطراف لكن حكاية إن هم يتوقفوا بضطرات دي أنا استبعيدة تماما يعني إن شاء الله كل خير للسكة الحديد يعني يعني إحنا إحنا كلنا بنتمنى الوصول للحلول ترضي السوائين والكمسرية وفي نفس الوقت ما تكونش تعسف للهيئة نعم شكرا أستاذها نجوة بشكرا حقيقة على الطيفون برضو يعني إحنا مش عارفين هل الأخبار اللي موجودة في صحفنا القومية والصحف الخاصة هي أخبار يعني هي موجود إنه أو اللي موجود في الخبر إنه اللي هي بتستعين بسائقي الجيش يعني اللي هي فعلا استعانت بسائقي الجيش والقوات المسلحة لكن أستاذها نجوة بتنفي هنعرف طبعا في الأيام اللي جاية إيه اللي هيحصل دكتور سامح يمكن نحن كنا ملتكلم عن إن حداك قلت إنه الطاقة الشمسية تستخدم فيه حاجات كتير جدا زي ما تكلمنا عن موضوع الكهرباء مثلا حديك بقى أنا أحددهم كده وكل تحديد هقول لحديتك لو عزة بالتفصيل يعني هي تدخل معنا في الزراع بالكامل وتوفر فيها حقول لحديك البنود الرئيسية عشان الناس تتخيل هل تشارل أبو؟ أنا عايزة للمشاهد يتخيل معنا أن تتخيل حالة حالة في الزراع وفي الصناعة وفي مصانع الطوب مشاكل الحاجات دي كل أنا حلتها وفي البحرية وآخر حاجة اللي الناس عايزة تسأل فيها في البيوت أنا حطيتها دي في الآخر هساس إيه؟ هما منتظرين يسمعوا دي أنا قلتها في الزراعة أنت عندك حضرتك في الزراعة بتستخدم إيه في الزراعة؟ عشان تاخدي المياه بتاخدي مكان زراعي يما بشارب الكهرباء يما بشارب السلر السلر دلوقتي اللتر بتاعه أصلا ب2 جنيه وريال عشان تشتريه حضرتك دلوقتي بيصل اللتر الواحد 4 و5 جنيه أنا دلوقتي جاني مشاكل من النبارية والحمد لله اتفقت على حلها تماما وفي قرية من قرية منطقة اسمها منطقة الليشع برضو في النبارية دول ناس بيصادم الكهرباء بس المطير بتاعتهم بتسرق تير الكهرباء اللي هي المحاولات وناس بتشتغل بالسلر يعني واحد بيزرع الأرض السلر بيشتغل بمكان بالسلر بيدفع يوميا 800 جنيه سلر يوميا ده لو هو بيشتري بالسعر الرسمي فتخلي بقى إضرابي فاربع أضعاف في السوق السودة بقى فإضرابي فاربع أضعاف فهذه كان المكنا بتاعته تحولت للطاقة شمسية كاملة ان شاء الله هتخلصها عن قريب ده لا يستخدم بقى إلا فيها لسلر ولا قهرباء ولا أي حاجة تخطر على برحة هذيك فيها مشاكل يصحى الصبح وكان يدور يجيب منين السلر أو يروح يجيب منين أو يدفع فيه كام دولتي ولا حاجة خلص يصحى ينزل الأرض بتاعته وتبعها لأنه عنده الميا بتاعته بيجيبها له المكناة اللي بيجيب من الشمس هتقولي ممكن تشغل بالليل تشغل بالليل وبالنهار تخزن مثلا لها بتري مخصة بيها بتخزن الطاقة الشمسية تشغليها بالليل فأصبحت بتحل المشكلة من المشاكل الرئيسية في قلب البلد لأنك أنت لما توفريه له السلر ويبقى عنده المياه اللي هو يزرع بالراحة هو التكلفة بتاعت الزرع بتبقى قليلة فبالتالي حيبقى لك محصول قليل لو نبصي كده على المستوى العام السعر بقل فاختصاد بتاعنا يبقى كويس يعني الراجل المواطن العادي هيشتغل الحجر في السلسل بالزبط كده طب دكتور جاني لفيحة كمان بتحليط المياه في قلب الأرض الزراعية أو عامل الصوب زراعية أنا عندي مثال هنشوفها على الكاميرا ذاتي في قلب الجمعة صوبة زراعية بتتعمل بطاقة الشمسية تحطيها في قلب الجبل في أي حتة وعملي الصوبة تشتغل بطاقة الشمسية تكييف وتزبط حرارة وتزبط رطوبة وكل حاج في قلب الجبل فلا تحتاج إلى سولر ولا الكهرباء فممكن كل المناطق الصحراوية تستخدمها صوبة زراعية وتعمل الإنتاج اللي أنت عايزها ده بالنسبة للزراع الموضوع طالما هو يعني مبشر كده وسهل لأن احنا عندنا الشمس مصر يعني قبل طبعا ما السياحة تتضرب في مصر أو يعني مشاكل السياحة كان كل العالم بيزور مصر بسبب الشمس بسبب الجو أو المناخ الجيد طالما الموضوع ده متوفر عندنا وهنستغني عن السولر وعن يعني ملوسات البيئة زي ما احنا بنقول مثلا أو المواد اللي بتلوس البيئة ليه ما بيبقاش فيه تفعيل وبنسمع أنه كل الأجهزة في مصر وكل الماكينات تشتغل بالطاقة الشمسية وليه ما بيكونش فيه يعني ده أنا لسه هتقول حضرتك في حاجات تانية كتير هو حضرتك ايه مين اللي مسؤول اللي هيعمل ايه هو عايز يعمل ايه أولا المنطوع ده محتاج ناس مخلصين موجود في البلد كتير جدا النظام ده عشان يتعامل بالطاقة الشمسية المفروض لا يتبع اي وزارة ولا اي رئيس ولا اي قائد ولا اي حاجة خاصة تسأت الوزارة يجي رئيس يروح رئيس لا هاش دعوة لان لو ما مشتيش بهذا النظام وقعت الدنيا كلها كل اللي انت هتعمليها البوز لان هتبني حاجة النهاردة يجي واحد يغير بكرة هتبتدي من الأولو جديد ده ما ينفعش ده زي اي حاجة بتحصل لا بس ده مفروض ده ما يحصلش لو تمت كده في الطاقة الشمسية لانك انتي بتمسكي بترفع البلد انتي بالزبط كده هتوفري في اليوم لا يقل عن نصف مليار جنيه يوميا وهاشرحلك بالتفصيل يعني هتلاقي كده داخل مصر بدون من الناس ما بتشتغل بتخلها على الاقل نصف مليار كل يوم كل يوم لان انا عامل مشروع عرضته من 18 شهر على التلفزيون في القناة التانية مشروع بيوفر في اليوم 8 مليون خدي بالك من الأرقام وفي اليوم الواحد 10 مليون لتر بنزين 80 في اليوم الواحد حوليهم لأرقام حوليهم لفلوس حوليهم لدخل حوليهم للدعم اللي انتي بتشيليه للحكومة بتدفعه حوليه البيئة ده بند من البنود من ضمن البنود اللي انا بشتغل فيها او اللي انا خلصتها تعالينا ننتقل البند التاني بتاع المصانع المصانع كل المشكلة بتاعتها في الطاقة الحرارية ان هي بتاخد عندها مية بسخنة تاخد منها بخار او بتمسك غليات الكلام ده كله بتستخدم طاقة عشان تغلي المية اتحل فيه ثانية بان انا بستخدله من الطاقة الشمسية بطريقة معينة بغليله المية الدرجة الحرارة اللي هو عايزها ما بستخدمش فيها كهراب يبقى انا بوفر على الاقل من 40-60% من الطاقة اللي هو بستخدمها في التسخين يبقى كده انا وفرتله طاقة ده الطاقة دي بياخدها من ايه؟ اخدها من البلد والبلد ما عايزها سولر عشان تشغله فانت بتوفري بالفيد باك كده بتوفري حاجات دي كلها يبقى ازا بالنسبة المصانع فيه باكبون شغالية المصانع اللي بتعمل على الطاقة الكهربائية العالية يعني 500 واط و 400 كيلو واط و 1 ميجا ده هجيب له انا كهرباء منين؟ بجيب له كهرباء بالطاقة الشمسية بس ما بستخدماش بالالواح اللي هي العادية لا بستخدم بحاجة اسمها التراف او الفرنسين دي عبارة عمريات بتأكس وتحول الطاقة وبتستخدم توربين بتطلع مينموم 1 ميجا واط يعني من 1 ل حتى 30 ميجا واط حلو قوي ده لسه الجزئين يعني هل مثلا حياك قدمت مشروح حياك قطي من 18 شهر اعرضت الموضوع اكتر من 18 شهر ليه ما فيش تفعيل من جانب مثلا السلطة التنفيذية المتمثلة فيه مثلا لقاسة الوضع ومين عايز يعمل ايه لانه هيوفر يعني احنا بنشوف موضوع احنا نسر من الكلمة هاردة عن انقطاع الكهرباء ومشاكل جامدة جدا واحنا داخلين على صيف يعني ربنا يسطر ده كويس وخلاص يعني كل الصحف بتقول ان الكهرباء هتقطع 4 ساعات يوميا 4 ساعات يوميا ده انا هقول لحديك حلين معاك دلوقتي ليه ما بيقاش فيه استغلال موضوع التقشم سيدة ده ما موضوع هيبقى احنا اعرضنا اللي عايز يشتغل واولا فيه ناس كتير جدا لا يهمها ان الكلام ده يتم لان هناك مصادر رزق اخرى لها في ان ده ما يكملش سواء بقى عمولات سواء حاجات بتشتغل من تحت الترابيز او حاجات بتتبع في السر كده من البترول البترول المبدئين على مستوى العالم في خلال 10 سنين بدأ يمضب فعلا 10 سنين مشكلة وبعدين اللي بيشتري لتر كيلو الكهرباء النهارده ب 12 قرش سنتين 3 حيشتريه ب 2 جنيه و 3 جنيه من مصر برور من اي حتى في العالم 2-3 جنيه اللي بيعمل طاقة شمسية النهارده بعد سنتين بياخد معاه طاقة شمسية 20 سنة اخذ بالك الاجهزة بشغل ماك 20 سنة يعني تدفعي تماما اقف على 4-5 سنين لما يقولك ايه انا هعملك طاقة شمسية بكام هقولك مثلا بـ 20 ألف جنيه 20 ألف جنيه مش ممكن هدفعهم لك 20 ألف جنيه ليه لا مش هدفعي 20 ألف جنيه اللي انت بتدفعيه كهرباء اللي انت بتدفعيه كهرباء في الشهر ادفعي قصة للبنك والبنك هيدعم انا معي بنكين دلوقتي قائمين جهزين اجري كل ده هدي بنك وبنك الاهل المصري فرع اكتور الاثنين جهزين يدعموا المشايا دي كلها فقدك انت كأنك بتدفعي فطور الشهري بتاعت الكهرباء بس هتدفعيه كم سنة هتدفعيه 4-5 سنين وبعد كده بانده 15 سنة مش هتدفعي الميزة التانية انك انت بتاخدي المعدة بتدفعي سور الكهرباء النهاردة اللي انت بعد سنتين تأتي يبقى ايه 10-12 ضعف فانت بتدفعيه بتعملوا يهي الكلام ده فادي بالنسبة بالنسبة للكهرباء فادي المصانع عندك اي مصنع عايز بيتعمل له الطاقة السمسية ياخد زي ما هو عايز عايز 10 ميجا ده فيه مصنع سكر بياخد 5 ميجا واط 5 ميجا واط ده بيتفعيه 40 مليون جنيه في السنة عشان يخلص تكلفة الخمسة واط اللي هو مطلوب كام بـ 25 مليون جنيه 25 مليون جنيه دي يعني معا 20 سنة مش هيدفع كهرباء للخمسة ميجا واط بتاعته ايه دي جزء بالنسبة للمصانع ايه بقى مشكلة قومية معانا مصانع الطوب مصانع الطوب دي انا حليت المشكلة بتاعتهم في شهر خمسة السنة اللي فاتت 2012 2012 2012 شهر خمسة انا رحت عدت يومين في مصانع الطوب في منطقة في الصف نعم وفهمتهم الشغلين ازاي هم المصنع بياخد 500 كيلو واط في الشهر صاحب المصنع بيدفع من 20 ل 27 الف جنيه في الشهر كهرباء فقط ادي مشكلة انا عالملتهاله اللي هو المكنة اللي هي بتطلع 1 ميجا واط فكل مصنعين بياخد 1 ميجا واط دي تمنع حوالي 5 مليون جنيه 5 مليون جنيه بيدفعها القصة اللي بيدفعها القهرباء ده اللي هو 27 الف جنيه دول يدفعهم قصة للبنك بعد 4-5 سنين البنك بيسهل شهر المكن ده بالنسبة للمصانع تكلفته كده اه بزرق كده فبالتالي لما بيعمل الكلام ده مش هيدفع قهرباء مش عنده مشكلة لمدة 20 سنة 20 سنة عنده مشكلة تانية انه لما بياخدوا الطوب علشان يجففه بيحطه في الشتة بيفرش أرض حولي 7-8 فدان ويحط طوبة علشان ينشف وبيحط عليه عفش ورزه وكلام ده في الشتة بياخد 30 يوم عشان ينشف يدخلوا الفرن يتحرق بسبب الجو الجو وفي السيب بياخده 15 يوم انا عملت له جهاز بيشتغل بطاقة الشمسية الكلام ده ينشف في 5 سنين فاشوفي توفير المكان اقل فيزيد الانتاج ده كمان بتوفير القهربة اللي هي دخلاله ودلوقتي بنحلوله المشكلة بتاعة المزوت بس في عيناك جاي نشتغل عليها نيجي بقى البحرية السمك انتي بتعملي عايزة سروة سمكية سروة سمكية بتحتاجي حضانات للسمك وبتحتاجي تقليب للسمك بصي كده مزارقة السمكية كلها يا إما عامل مولي القهربة يا إما بيسرق القهربة يا إما بياخدها بالممارسة أنا بقوله فبقوله روح الجبل خد جبل حتة سخرية حط فيها المية وحط فيها السمك وعمل الحضانات اللي أنت عايزها وأنا بديك الطاقة القهربة اللي يتقلب لك المية لأن دي أنا برضو كان في واحد بيارضها علي السنة اللي فات في شهر ثلاثة من سنة في شهر ثلاثة فقلت له دي عشان تعمل المطير حتة لوح شمسي ومطور وبتلف المطور معك في الأرض يدي لك مية بتاع تهويت المية للنهار فقامل مزارقة السمكية في أي حت فأنت بترفع الطاقة الشمسي بتاعتي حتى نيجي بقى الحاجة الأهم الحاجة بتقولي إحنا داخلنا على صيف الصيف هنعمل في إيه تكييف صح مع انقطاع الكهرباء تكييف مع انقطاع الكهرباء يعني ما فيش تكييف طيب أنا معي ثلاثة بنات مهندسات إن شاء الله بنعمل السيستم ده هو بدأ في اليابان إحنا بيشغلين فيه جاهدين إن إحنا بنعمل تكييف المركزي بدون الكهرباء بدون متصادم الكهرباء منستخدم المهي السخط تلات مهندسات شابات مصرية نوران وهبة وياسمين تلاتة دول وعرطو في جامعة المسي وحضروا معي في برنامج جيساية صباحة كالقناة التانية وقلنا الفكرة بس هما إحنا عندنا مشكلة لأن الحاجات دي من بره شبه حظر علينا فإحنا بنسعى جاهدين إن إحنا نعمل بتتحاربوا طبعا بتتحارب لأن محدش عايزينا فكر إحنا بنسعى جاهدين إحنا الأربع إحنا نطلع الشكل الأمثل على سمبل صغير وننفذ الكلام حالك مية سخنة تدخل يطلع لك مية بردة يطلع لك هوا بارد هوا بارد إحنا دلتنا بنحاول نوصلها لدرجة 5 و 6 هجي المشكلة معنا إنما بتوصل لـ 17 عشان نوصل للفريزنج علشان الناس اللي بتشعر في السمك يبقى على البحر عنده عنده أو اللي هو المبرد موجود على البحر بدون ما ياخد كهرباء يبقى عنده مبرد كده موجود بدون بدون أسلاك كهربائية وشغل تبريد لدرجة حرار هو عايز بسنازة وصلها لأوليل نعم كمان الأسواق اللي بيخزن موز اللي بيخزن لحمة اللي بيخزن الكلام ده كلهم المبردات أي حتة تمام في أي مكان تشغلي بي طب وسخنات الشمسية في المنازل دي استخداماتها إن من الاستخدام مئات الاستخدامات بس إحنا بنستخدم أي مية سخنة الحموم تشتيف كلام بس إحنا بقى بنستخدم إيه الاستخدامات الأخرى أنا بستخدم أطلع بيها المية برده بستخدم في الناس المصانع اللي هم عايزين مية بتغلي بستخدم أطلع بيها كهرباء إن أنا أوصل درجة وعدين الزميلة دكتور محمد عمل عليها تعديل وصل الغليان لدرجة حرار في السخن ده توصل لـ 97 درجة مقاوية أو 28 درجة يعني بتأخذي من درجة الغليان تقريبا بس السخن العادي ما بيجيبش كده إنما إحنا عملنا عليه تعديل هو كتفك للدكتور محمد صراحة ووصلنا رجلة الحرار بدل ما بتبقى 90 بقت 97 وبدل ما بياخد ساعتين 3 عامل ما بيبتدي ستارط للتسخين ده ساعة والطول يكون يدي لك درجة حرار السخن الشمسي وده من أعظم الحاجات اللي إحنا بنستخدمها مشوفنا شكل السخنات الشمسية تقريبا على الهوى معنا وحالات بتتكلم هي بتبقى ألواح تقريبا كده لا لا السخنات الشمسية وبرعا على الأنابيب بس